صحيفة فرنسية تهاجم الكوتش جمال بالماضي بسبب عوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم في بداية الفيديو منقول للكوتش جمال بالماضي كلنا معك ولا تسمع لهذه الأفواه المغرضة صحيفة فرنسية تهاجم الكوتش جمال بالماضي بسبب عوار تعرض جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر لهجمة شرسة من طرف صحيفة فرنسية بسبب تصريحاته الأخيرة بخصوص حسام عوار وكان بالماضي كشف خلال ندوته الصحفية الأخيرة عن حصول محادثات مع نجم أوليمبيك ليون لإقناعه بتمثيل الخضر وهو ما رفضه الأخير ونشرت جريدة بوت فوت بالفرنسية مقالا وصفت فيه بالماضي بالمدرب الغاضب والذي لم يتجرع رفض متوسط ميدان أوليمبيك ليون لمقترحه باعتباره فضل تمثيل فرنسا رغم الإغراءات التي قدمت له من طرف الجزائر وأوضح المصدر بأن حسام عوار لا يفكر تماما في منتخب الجزائر بل يسعى لاستعادة مكانته في تشكيلة منتخب فرنسا خاصة مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم أعتقد أن هذه الانتقادات للاستهلاك المحلي فقط وانتقادات ليست في محلها لأن الكوتش جمال بالماضي لم يقل شيئا خطأ بل قال الحقيقة ومنتخب الجزائر لا يقف على أي لاعب اللاعب الذي يريد تمثيل الجزائر أهلا به والذي لا يريد تمثيل الجزائر فلا يضر المنتخب الجزائري أبدا المنتخب الجزائري أكبر من أي لاعب قلنا رأيكم في التعليقات ولا تنسونا بلايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته